أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اقتراب المفاوضين بقيادة الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تعلق بموجبه إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين تقريبا مقابل إطلاق صراحي أكثر من مائة محتجز لدى حماسة وهو الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه في الأسبوعين المقبلين وأوضحت صحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا بشكل منفصل مع قادة مصر وقطر لدينا عمل كوسطاء مع حماس لتضييق الخلافات المتبقية وأشرت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن المفاوضين وضعوا مسودة اتفاق مكتوبة تدمج المقترحات التي قدمتها إسرائيل وحماس في الأيام العشرة الماضية في إطار عمل أساسي سيكون موضوع المحدثات في باريس